كان أبي إسماعيل البخاري عالما كبيرا وراويا للأحاديث النبوية الشريفة كان أبي إسماعيل البخاري كان أبي أمر بتاسيلو إسماعيل البخاري جرنم إسماعيل بخاري عالما كبيرا وراويا للأحاديث النبوية الشريفة وراويا أبي إسماعيل البخاري للأحاديث النبوية الشريفة نبي كريم صلى الله عليه وسلم حدث إر أبي إسماعيل البخاري أبي إسماعيل البخاري آه هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ لا لقد توفي وأنا طفل صغير هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث هو الذي تني علمك أبنك شكاديا سن كيف كبابي تروي الحديث حديث كبابي بورنا كرته لا لقد توفي وأنا طفل صغير لا لا لقد توفي تني انتكال كرتهن بمرتبور كرتهن وأنا طفل صغير جهنامي سورو باتشا سلام تعني أنك نشأت يتيما تعني أبنى بوزات چن أنك نشأت أبنى بورو حوية چن يتيماً 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 كيف ذلك؟ كيبابي؟ عندما يموت أبو الصالح عندما جوخون يموت مرتبور كورين أبو الصالح أمر عشل بيتا بأمر بيتا فإن الله يعوض أولاده بمئة أب غيره الناس كلهم يكونون آباء لأولاده فإن الله يعوض أولاده بمئة أب غيره فإن الله نشأة الله تعالى يعوض أولاده بمئة أب غيره بمئة أب غيره فإن الله يعوض أولاده بمئة أولاده فإن الله يعوض أولاده فإن الله يعوض أولاده الناس كلهم يكونون آباء لأولاده الناس كلهم شكل منوش يكونون خوية جاية آباء لأولاده شئي شنطان الجنة حقاً قال الله في سورة الكهف عن الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحاً حقاً قال الله في سورة الكهف حقاً تيك قال الله الله بولسن في سورة الكهف سورة كهفة عن الغلامين اليتيمين عن الغلامين دوي باكة شمبرك بعد دوي باكة شمبرك يتيمين جارة سلو يتيم وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحاً أبوهما صالحاً عليه وسلم أفضل البشري جميعاً أفضل وكان أبوهما صالحاً وكان أبوهما صالحاً وهو الذي قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو الذي قال أبوهما صالحاً أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أنا أمي وكافل اليتيم جني يتيم أبوهما صالحاً أبوهما صالحاً في الجنة كهاتين أبوهما صالحاً وأشار بأصبعي السبابة والأسطى ولكن ما معنى كافل اليتيم وأشار بأصبعين وأشار أبوهما صالحاً بأصبعين لديكів أبوهما صالحاً السبابة والأسطى شهدات أبوهما مردمان أبوهما صالحاً الآن من مشاريع أحساب المصنع وكافل اليتيم ولكن ما معنى كافل اليتيم ولكن ما معنى أرطوكي كافل اليتيم كافل اليتيم أرطوكي كافل اليتيم هو الذي يتولى رعايته مهديا ونفسيا وهل وجدت من يكفلك بعد وفاة أبي كافل اليتيم هو الذي يتولى رعايته مهديا ونفسيا هو الذي يتولى رعايته مهديا ونفسيا كانت أمي رحمه الله خير كفيل ومعها أخي الأكبر أحمد كانت أمي رحمه الله خير كفيل كانت أمي أمر ماسيلين رحمه الله الله أنر بطيرهم قرون خير كفيل أتم لالنبالن كري ومعها أخي الأكبر أحمد ومعها أبون أونر شاتسلين أخي الأكبر أمر بروبي أحمد جرنم أحمد ساعدني كلاهما على أن أحفظ الكرآن الكريم لأكون عالما كبيرا مثل ساعدني كلاهما ساعدني أمي شهجو كرسن كلاهما ترى أبوي على أن أحفظ الكرآن الكريم